شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسقر تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة الذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة وبدأ البيان بكلمة قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد حيث قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للقوات الجوية عقب ذلك تقديم ملخص لخطة تنفيذ البيان والتوجيه التوبغرافي والتيكتيكي بالإضافة إلى التنفيذ العملي لعدد من المراحل هذا ونقل الفريق أسامة عسكر تحياته وتقدير القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي لكافة العناصر المشاركة كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهر به كافة العناصر المنفذة للبيان مما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي في تنفيذ المهام